توصلت أحزاب اليسار الفرنسي أمس إلى اتفاق بشأن تحالفها خلال الانتخابات البرلمانية في يونيو بهدف ضمان أداء قوي بما يكفي لعرقلة خطة إصلاحية مثيرة للجدل وضعها الرئيس إيمانويل ماكرون وبعد محادثات استمرت طيلة الليل بعد الموعد النهائي الذي حدد لها الثلاثاء انضم الحزب الاشتراكي إلى الخضر والحزب الشيوعي خلف حركة فرنسا الأبية اليسارية الراديكالية التي طهرت كقوة يسارية مهيمة في الانتخابات الرئاسية في إبريل